حانو ما يحدث في غزة والصمت الغربي والأمريكي على الجرائم اللي بترتكبها قوات الاحتلال بيعكس ازدواجية المعايير في تعامل المجتمع الدولي مع هذه الأزمة واللي راح ضحياتها حتى الآن أكتر من 11 ألف شهيد من المدنيين أغلبهم من النساء والأطفال وأيضا الشيوخ أعتقد يعني ازدواجية المعايير هي من أعطت إسرائيل الضوء الأخضر لارتكاب قائمة طويلة من انتهاكات القانون الدولي في حق الأشقاء الفلسطينيين خلينا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتورة إيمان زهران أستاذ العلوم السياسية صباح الخير عليك دكتورة أهلا وسهلا بيك صباح الخير أهلا بحضراتكم دكتورة إيمان إزاي بتشوفي سياسة ازدواجية المعايير الغربية تجاه ما يحدث في غزة الطفل الفلسطيني لا قيمة له مقابل الطفل الأجنبي بصفة عامة يمكن بجكل عام فكرة الازدواجية المعايير رفضناها على كذا مستوى وعلى كذا مصار بداية من نقل الأحداث الازدواجية في الخطاب الإعلامي تكييف القضية الفلسطينية ونقلها نوع من التسطر على العديد من الامتهاكات التي تمت من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة من بداية عملية السيوف الحديدية النقطة الثانية تتعلق بالمصار السياسي التناول السياسي من جانب القادة الدول الغربية والدولات المتحدة الأمريكية في محاولات التوطئة في محاولات ملع الاجتياح البري في محاولات إحداث هدنة وإدخال المساعدات كان هناك نوع من الازدواجية في الخطاب السياسي الموجه ما بين الغرب أو الرأي العام الغربي وما بين الخطاب السياسي الموجه للكتلة العربية ويمكن ده تكشفته الأحداث فيما بعد في إعادة تعبئة الرأي العالمي مرة أخرى ورسلنا في العديد من الصورات والخروج الألاف من الغربيين أو في الدول الغربية للتنديد بالهجمات الإسرائيلية محاولة إثناء حكومتهم على الدعم المطلق لإسرائيل وما إلى ذلك النقطة الثانية ما يتعلق بالازدواجية السياسية في استذار قرارات من مجلس الأمن الوقف في الهجمات الإسرائيلية استذار قرارات فيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية الحديث عن العودة للمصار السياسي مرة أخرى يمكن تلمسنا في الجلسات التي تمت في الأمم المتحدة ومجلس الأمن كيفية تكييف الوضع السياسي ما بين الدول الدائمين الدائمين العضوية في مجلس الأمن وكيفية إدارة المصار السياسي ككل أشبه بالعودة مرة أخرى لسياسات الاستقطاب الدولي بشكل كبير طيب بعض المحللين والخبراء كانوا بيتوقعوا عودة العمليات الإرهابية مرة أخرى في بعض الدول التي تقف بجانب قوات الاحتلال وكنا بنشوف الكلام ده من فترة مش بعيدة يعني لو قلنا مثلا سبع تمن سنين في فرنسا في ألمانيا عمليات الزئاب المفردة اللي كانت بتحدث هل حديث تتوقعي أنه ممكن نتيجة الضغط من قبل الشعوب في هذه الدول المختلفة على حكوماتها أن تحدث مثل هذه الحوادث مرة أخرى فكرة استضار الإرهاب أو إعادة إنتاج الخلايا الإرهابية في الدول هو أمر غير مستبع خاصة حال تطور سيناريوهات للحرب أو الانتقال للحرب المفتوحة نتحدث أن هناك العديد من السيناريوهات لإعادة إنتاج الخلايا داعش في الدول الغربية نتحدث عن التنظيمات دون الدول نتحدث عن نظرية السئاب المفردة كما تفضلت سيادتك بذكرها وبالفعل تم رصد العديد من التحركات سواء من جانب المتشددين الدينيين أي منهم داعي من الصفوف الإسرائيلية أو الصفوف الفلسطينية حدث نوع من المنوشات في العديد من الدول الأوروبية على رفض الدعم لإسرائيل أو التنديد بفكرة القضية الفلسطينية كل منهم على وفق أجنداته لكن ما يتعلق به العملات الإرهابية هو سيناريو مفتوح سيناريو قائم حل تطور الأوضاع خاصة ونحن نتحدث عن أوضاع حرجة تفوق في اضطراباتها الأمنية إلى ما خارج نطاق الشرق الأوسط قد تفضي مزيد من الاضطرابات على القرى الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية يمكن نقطة تانية فيما يتعلق بالكالب ميكيالين حينما نتحدث عن الأزمة قطاع غزة والقضية الفلسطينية والتناول الغربي لهذا الأمر مقارنة من أدي الأزمة الأوكرانية والحرب الروسية الأوكرانية التكييف السياسي والتكييف الأمني لكل الأمرين أو لكل القضيتين هناك العديد من صغرات في التناول الأوروبي والتناول الغربي ككل ملوات المتحدة الأمريكية في تكييف أبعادهم نطة تانية ما يتعلق بالارتدادات الأمنية لقطاع غزة أو لأزمة الافتياح الكيش الإحتالي الإسرائيلي لقطاع غزة تفوق بمراحل الارتدادات الأمنية للأزمة الأوكرانية ويمكن هذا اللي تنبه للغرب خلال الفترة السابقة وأحدث نوع من المرونة في الخطاب السياسي أصبح ينظر أو يعاد هيكلة الخطاب السياسي الأوروبي والأمريكي مرة أخرى نحو الدفع بعملية هدنة إنسانية الرغم من التخوف الإسرائيلي لأحدث تلك الهدنة أن يطال ذلك إعادة تنظيم صفوف حركات المقاومة وفصائل المقاومة مرة أخرى أصبح نظرية المساحات المشتركة النطة الثانية ما يتعلق بالمهادنة السياسية وأصبح هناك حديث أوروبي وحديث أمريكي نحو العودة مرة أخرى للمصار السياسي الحديث عن تكييف آليات حل الدولتين كل تلك الأطرحات أحدثت نوع من المرونة حينما تم نقل العديد من الرسائل العربية والإشارة بشكل مباشر عربيا لإزدواجية المعايير الإعلامية والسياسية للكتلة الغربية ككل أعتقد تعدين مرحلة إزدواجية المعايير دكتورة إيمان يعني باتت مشاهد القتل اللي بتحصل والاعتداء على الفلسطينيين شيء يعني بقى شيء معتاد على الشاشات المختلفة متى يتم التوقف عن التعامل مع الفلسطينيين على أنهم مجرد أرقام إحنا بقينا التلفزيونات في مختلف أنحاء العالم بتتعامل مع الفلسطينيين على أنه مجرد نشرة بيقال فيها أرقام الذين استشهدوا فقط لغير يمكن ده طرح مثالي في العلوم السياسية بشكل كبير نتحدث عن حرب والحرب تتضمن العديد من الضحايا والانتهاكات لكن الحديث الأهم عن فكرة الضحايا أو فكرة ارتفاع عدد استشهاد الفلسطينيين هو فكرة تقديم إسرائيل للمجتمع الدولي تقديمها أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة انتهاك القانون الدولي الإنساني وما إلى ذلك من عديد من الانتهاكات تمت من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي لكن فيما يتعلق به أرقام ارتفاع شهداء ناسي قطاع غزة للأسف كما دوما يقال أن لكل حرب ضحاياها وإضحايا حاليا نتحدث عن الأرض نتحدث عن قضية هي قضية القضايا نتحدث عن التضحيات من جانب شعبها للتمسك بالقضية الفلسطينية رفض كافة محاولات التصفية الحديث أن هناك عديد من الجهود الحاسيسة سياسيا وكذلك جهود من جانب المقاومة محاولة العودة مرة أخرى للمصارب السياسي محاولة فرض القلسطينية على أولوية النظام الدولي وعلى الأجندة الدولية محاولة العودة مرة أخرى للتفاوض حال الدولتين وفقا للمنظور العربي على حدود 67 شكرا جزيلا دكتورة إيمان زهران أستاذ العلوم السياسية